بسم الله الرحمن الرحيم هنا الطالب يسجل اسمه وكلمة السر اسم المستخدم هو عبارة عن اسم مع الرقم الجامعي والفاصل بين الاسم والرقم هو سفلية وكلمة السر طبعا يكون الطالب محدد كلمة السر لحسابه ثم ندخل لحسابنا الآن في صفحة حساب الطالب أستطيع معرفة صفوفي من هنا يظهر لي الصفوف التي أنا فيها طبعا أنا هنا لا يوجد لدي سوى صف واحد وصف مادة التخرج طبعا الطالب المواد التي مسجل عليها في صفوف معينة يعني يظهر له رمز الصف معيهم من هو رمز الصف واسم المحاضر بعد أن عرفت رمز الصف وطبعا رمز المادة رمز الصف واسم المحاضر أنتقل هنا إلى لكالتشر وأقوم بتسجيل الفصل الذي أنا فيه مثلا حاليا نحن في الفصل F20 ورمز البرنامج أنا برنامجي رمزه M-I-T-E هذا هو M-I-T-E وأيضا أختار رمز المادة مثلا أنا كما قلت لدي فقط مادة هي مادة التخرج هذا رمزها فيظهر لي كما لاحظتم بعد أن اخترت رمز المادة مواعيد المحاضرات لهذه المادة لدى كل المحاضرين وفي كل الصف لاحظوا اسم المادة ورمز الصف فبعد أن عرفت أنت رمز المادة ورقم الصف تبحث عن مادتك ورقم الصف وتشاهد في أي موعد هي طبعا من هنا من اليسار نلاحظ مثلا هنا الثلاثاء حسب الصف C13 C10 C12 فكما قلت حسب رمز المادة والصف تستطيع معرفة المواعيد طبعا تكرر العملية مع المواد التي لديك تكتب هنا رمز المادة واحدة لأخرى وتثبت على ورقة خارجية مثلا مواعيد محاضراتك هذه بالنسبة لمعرفة مواعيد المحاضرات الآن بعد أن علمت المواعيد وكنت على علم أن لدي الآن محاضرة وأريد مشاهدتها وحضورها ببرنامج المحاضرات المتزامنة أقوم بتشغيله وهنا أيضا أسجل اسمي مع الرقم الجامعي وكلمة السر وأسجل دخول طبعا يجب أن تتأكد بموجود اتصال الانترنت لديك لأنه بدون اتصال الانترنت لا يعمل برنامج حضور محاضرات المتزامنة الآن لدي هذا الرمز هنا أغلقه وهو رمزه أخضر أي أنه يعمل أغلق المقريفون بالنسبة لمعرفة أو لحضور محاضرات هنا أختار إظهار الجلسات بحسب البرنامج والمادة وأختار رمز برنامجي من هنا أستطيع من هنا اختيار رمز المادة أو أبقيها على All Courses وأضغط تنفيذ فيظهر لي محاضرات موجودة في برنامجي في هذا التوقيت واليوم إذا كانت قد انجزت يضع لي كلمة Don وإذا كانت ستنجز يضع لي كلمة Blended المحاضرة التي سأحضرها عندما يكون مثلا موعد المحاضرة الساعة الثامنة كما هو مكتوب والساعة مثلا كانت الآن الثامنة أضغط عليها وأختار من هنا تشغيل المحاضرة ثم أنتظر وسأجد نفسي صرت في المحاضرة طبعا ملاحظة عندما تفتح المحاضرة لدى الطالب تكون علامة الميكريفون أن تعمل يعني ليست ملغية مفعلة وبالتالي الصوت الذي لدى الطالب سيظهر وأيضا سيؤدي إلى تشويش لدى زملائه لذلك أول ما تفتح المحاضرة يجب أن تنتبه إلى وضع المايك في وضع التعطيل لكي لا تشوش على زملائك ولكي لا يظهر الصوت الذي عندك للآخرين طبعا لأن المحاضرة ليست وقتها الآن فلا يظهر لي شيء يظهر لي فقط صندوق الدرداء شيء فارغي هذا بالنسبة لحضور المحاضرة المتزامنة وهذا ما وضعت شرحه وأرجو أن تكونوا قد استفدتم وأدمتم بخير سبحانك الله وحمدك أشهد الليلة إلا أن تستغفرك وأتوب إليك